السلام عليكم ومرحبا بكم ومرحبا بكم ومرحبا العيد وتعيد وتعودوا ان شاء الله باش مات من نيتو بصحة والسلامة اليوم غادي نوجد معاكم وحجاج هماوي ديال العراضات ديال الاعياد المناسبات وما كتحتاجيش وقفة إليه في الكوزينة قد شرم ليه وديري في الفران وما نقوش لك تحمرت الوجه ديال بالصح يا الله نمشيو المقادير وطريقة تحذير سوف نطعق احضر كافة دونها اليكاث قصبر وأمعد نفييد ومجاحة كودة ديال Parlament ك LISA مجحة غözية السمات خردل تقريبا واحد معلقة كبيرة عامرة معلقة صغيرة الزعتر معلقة كبيرة سوص صوجة تقيلة إذا كانت الخفيفة للجوج وعند شوية الزعفر الحر اللي رقدته في الماء تقريبا واحد نصف كاس ديال الماء يكون طيب وكن رقد في ذك الزعفران سنضيف واحد العصير ديال الحامضة الملحة ما تكتروش كما كتعرفو الصوجة تكون مالحة وغادي نقصو شوية ديال الشرمولة وغادي نضيف كاس ديال الزيت وخطمعو كاس راكاس راما غادي كله غادي تشوفو هنتم كاس ديال الزيت ودرت تقريبا واحد جوج ديال الزيت ديال الزيت ديال الزيت كلكم لما بغيتوش تديروهم ما تديروهمش عندي هات شرمولة عندي ربعة ديال الطيور اللي كان يكونوا من طبيعة الحال مغسولين مزيان مسقطرين ناشفين وكان رقضهم مزيان بين الجلدة بين الفخوضة بين كل شي كل شي كان رقضهم مزيان وكنعقد لهم رجلاتهم على هات الشكل وغادي نغطع لهم وغادي نخليهم ليلة كاملة تا الصبح في الصبح غادي ندير ثلاثة المربعات ديال الشعرية ديال الروز اللي كان نشدهم وكان ديرو في المطايب خمسة ديال البقائق وكنصفيهم وكندووزهم في هشوار تقريبا زلافة ديال المعدنوس فقط زلافة ديال المعدنوس زلافة معامراش نصف زلافة ديال الزيتون وعندي أربعة ديال الكوبيدات وربعة ديال القلوبة ديال الجاج اللي درت كنشدهم وكنقطعهم مزيان رقوقين وعدي واحد اللي عندكم حامض صغير ديرو جوج حامضات مصيرات باللوب ديال بكل شي اليوم قطعهم مزيان عندكم حامضة كبيرة مصيرة قطعوها كاملة حيدو منها العظيمات وكنديرو ديكس ديكس شرمولة اللي خلينا البارح غادي نزيد شوية الملحة وغادي نضيف شوية ديال الهريسة وشوية ديال قصبر يابس واحد الرشة ديال كامون وغادي نضيف تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت كنخلط شرمولة ديالي مزيان او للحوشوة ديالي مزيان بالنسبة لهاد الحوشوة اللي اعطيتكم غادي جيكم نيشان فاربعات دجاجات بالنسبة للضامت او لا بالنسبة مربعات ديال الشعرية ديال الروز مربعات راهم صغار غاد ديرو ثلاثة غاد جيكم نيشان ما غاد ديروش ما تعمروش يلا تعمرو لدجاجة كرشها ما تعمرو لها غا تعمرو كرشها فقط غا تحتاجو ثلاثة ديال المربعات بالنسبة لادرتو دجاجة هاديك المربعات را غا تشيط ليكم منها يعني لا بغيتو تحطوها في جنب الطبصيل بالنسبة السمن كي ما شفتو او را مادرتوش او را تلخر وغادي نقول لكم امسا غا نديره غادي نعقد لها رجيلاتها بحالات الشكل انا را بيتها بيتهم ليلة كاملة جوا بنين 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 وانتو ما تقدروا لما عندكم ش الوقت تقدروا تخليوا مو حد نص ساعة كنجيب الطاوالي غا تدخل فران كنفرش فيها الورق ديال الزبدة وتحت منه الورق فبي آليمينيوم هادا كلاسوس اللي شتو مع باتو مرقدين ليلة كاملة كيتلقو شويت الماء هادا كلاسوس غادي يلدك ديالهم همايا زدت خويتو فيه غادي نلمطهم ونغطيهم مزيان 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 وغادي نعاود ندليهم بابي آليمينيوم وغادي نشعل الفران على درجة الحرارة ميتين درجة وسخون مزيان انا را شعلته الفوق والتحت خليتهم ده بدجاج كيبقى على حساب الكيلو وات بالنسبة له الدجاج اللي عندي ارا فيهم بالريش ديالهم جوش كيلو وميات جرام كل وحدة خليتهم كيطيبو تقريبا واحد ساعتين تاولو زبدة غادي ندوزو غادي نديرو غادي نديرو كاس ديال الزيت لقشيوشات العنيقاتو القنيصة وشوية ديال قصبر ومعدنوس واحج جوش دروس ديال التومة وغادي ندير نقطع حامض مصير الخرقوم البلدي سكين جبير البزار وعندي حبة الهيل والبسيبيسة وشوية الملحة وربعات البصلات ودابا غادي ندير سمن وشوية سمن وشوية ديال الزعفران الحر ودرت قريبا واحد نصف كاز ديال الزيت هادي الدغميره هادا غزع فران الحر اللي شاطليه او درته سوف نصدق ليها بلا ماء بالنسبة لهاد الكوكوط رافنا ما نقولش لكم وخا انا نهار الزيتها لقيتها خفيفة ما عجباتنيش ولكن ارا ما كاتشربش ما تديروش في الماء وما كاتشربش ما كاتحرقش هانتم ما شوفوا البصلة كاتلق الماء غاهية ما تخلطوش معاها العطرية باش ما تحط العطرية هي اللي كاتلصق صافيدة با غادي نرجع على البوطة ونخليها تعلق تعلق تتولي دغميره تتدغمر على خطرها الحامضة راش درته وما بانتش المهم ديرو حامض مصير قطعوه باش كاتجي هاد دغميره تجي محمضة زوينة بنينة دجاج ديالي غادي نقلبه واشطاب را طاب واطلق تبارك الله المديالو هاد الماء كله غادي نشده وغادي نديره فوح للكسرونة ونخليه فوق النار يغلي تكتبقى غز زويتة وهاديك الزويتة اللي تتبقى كنزيد عليها دابا شوية سمن وكان بدان دهن دجاج ديالي وغادي نرجع منين بغي نقدمه إلا كنتوا بغيتوا تقدمه طاب ليكم وكنتوا بغيت تقدمه ديك الساعة غادي تقديروا لي هاد شي اللي قلت لكم كنتوا باقي الحال غادي تخليوه تتبغيوا تقدموه تخليه يبرد تتبغيوا تقدموه عابش عاود الفران ودهنوا وحمروا شوفوا التحميره كيجاس وملبنا بلا ما نهضر لكم عليها وملحوا شوى جربوها وردوه ليا الخبار صافي هذا ودجاج ديالي جا من دك الشرفيع ما درتش بزاف تزين درتها شوية الخص قطعته من الجناب زيت معه هادي الدغميره اللي زيت معه شوية دزيته درتها في جناب دياله وصافي عندي شوية الخضره شوية ديال البروكولي اللي شديته وصلقته ودرته في شرمولة عادية البطاطاته هي كذلك شرمولة عادية لخيزه صافي عد الشي اللي درت شي حاجه اللي هي خفيفة ودرت شوية البيض السمان اللي زوقته بحلقة ما كترتش تزين ولكن ما نقولش لكم المضاق جاء زوين 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 بزاف وبصحة والراحة